اشتركوا في القناة 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 في مياه الخليج العربي كل الاحياء البحرية الموجودة بداخل خزانات المربى من المياه الاقليمية يعني من مياه الخليج ما في اي احياء نشتريها من الخارج او نجيبها من دول ثانية وسيعمل المربى خلال الفترة المقبلة على زيادة انواع واحجام الاسماك في الحوض العملاق وبذلك ستصبح رؤية القرش المفترس ممكنة وعن قرب من غير اصابات او ضحايا نحاول نزيد كميات الاسماك ومثل مثلا نريد ان نحضر اسماك قرش حجم اكبر وهكذا يقدم مربى الشارقة للاحياء المائية نوعا مختلفا من السياحة الداخلية يناسب الصغار والكبار في آن الواحد معلم سياحي جديد يضاف الى المعالم السياحية الاخرى في دولة الامارات العربية المتحدة التي اصبحت السياحة فيها مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي من مربى الشارقة للاحياء المائية محمد الخطيب اخبار الامارات ترجمة نانسي قنقر